حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقع تويتر من أشهر صفحات الإلكترونية متابعة في العالم إن لم يكن أشهرها تغريدات الرئيس تعددت منذ تنصيبه في يناير الماضي وتطرقت إلى عدة قضايا ترامب غرد خلال الأيام المائة الأولى من حكمه 512 مرة ولعل أبرز تغريداته وفق مرات إعادة نشرها والضغط على زر الإعجاب بها اعترافه بحق الناس في التظاهر والتعبير عن رأيهم كدليل على الديمقراطية في الولايات المتحدة وفي الشؤون الداخلية غرد ترامب مرارا بشأن نظام الرعاية الصحية منتقد النظام أوباما كير وداعيا لاستبداله الرئيس السابق باراك أوباما نفسه حظي على انتقادات في تغريدات ترامب برز منها اتهامه بالتجسس على مكالمات ترامب الهاتفية وبتنظيم تظاهرات مع الديمقراطيين ضده شعار حملة ترامب Make America Great Again استحوذ على عدد هائل من التغريدات فالرئيس يكتبه في كل مرة يعلن فيها قرارا أو إنجازا وانضم شعاره غالبا إلى تغريداته بشأن تأمين وظائف جديدة التي وصل عددها إلى 25 تغريدة 25 مرة أيضا غرد ترامب خلال الأيام المئة الأولى بشأن روسيا آخرها تطمينه أن البلدين سيتفقان عاجلا أم آجلا لكن خلال الأيام الأولى من ولايته ذكر ترامب روسيا في تغريداته منتقدا ما يسميه بالإعلام الكاذب ومتهما إياه بتلفيق علاقة له بالمسؤولين الروس فالإعلام الكاذب وفق توصيف ترامب استحوذ على أكبر عدد من تغريداته حتى الآن وعد عن روسيا غرد ترامب بشأن الصين 10 مرات كوريا الشمالية 8 مرات وإيران 5 مرات وذلك خلال الأيام المئة الأولى له في البيت الأبيض ترجمة نانسي قنقر